بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن اهتدى بهدى أيها الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لازلنا أيها الكرام في باب ما يجدد إيماننا ويرسخ إيماننا في قلوبنا وإن كان ولا بد من التذكير ومن باب وذكر فإن الذكرى تنفع لمؤمنين كنا في الحلقة السابقة استفتحنا هذا العدد الجديد بحفظ المؤمن على إيمانه والمحافظة على إيمانه في جميع الأحوال لأنه هو السبب الوحيد الذي يرفع من شأنه وعلاقته بالله سبحانه عز وجل فالإيمان إذا وظف في حياة المؤمن يبلغ به مبلغ الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أيها الكرام إن رأس مال المؤمن هو إيمانه بالله إيمانه بالله توكله على الله ثقته في الله أيها الكرام اتفق الصحابة والتابعون وتابعي التابعين للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أن الأعمال الصالحة هي من الإيمان الأعمال الصالحة الله سبحانه عز وجل فطرنا على الإيمان وكل ما نتقرب إلى الله سبحانه عز وجل كل ما يزداد إيماننا بالله وثقتنا في الله وتوكلنا على الله والرضى بما قسم الله والاستسلام لما قضى الله سبحانه عز وجل وقدر إيماننا بالله أيها الكرام هذا سبب نصرة كل مؤمن في حياته على نفسه على شهواته على أعدائه وعدائ دينه وعدائ ربه سبحانه عز وجل إذن أيها الكرام أجمع الصحابة والتابعون وتابعي التابعين كلهم على أن الإيمان عقيدة اعتقاد في الله سبحانه عز وجل وقول وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان الحمد لله الإيمان لا ينزل إلى درجة الصفر بالنسبة للعبد المؤمن مهما ناقص فلا يصل إلى درجة الإنعدام إلى الصفر فيزداد فيزداد دائما بالطاعة وينقص بالمعاصي وينقص بالأثام وينقص بالتكاسل ينقص بالتكاسل إن أيها الكرام من ثمرات الإيمان من ثمرات الإيمان إيمان العبد بربه وتفعيله في طاعته وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم والاستسلام لما قضى الله وقدر الله سبحانه عز وجل يعطي نور في القلب يعطي نور في الفؤاد وسلامة في العقيدة وصلاح في أعمال الجوارح والنية وثبات على الدين ثبات على الدين أيها الكرام هذا ما يجب أن يكون على العبد المؤمن أن يراجع دائما إيمانه بالله سبحانه عز وجل وأركان إيمانه من الضعف والفطور والتكاسل لأن الإيمان أيها الكرام يفطر ويضعف ويبلى ويخلق يبلى يقدم ويرشى يقدم بمثل قال النبي عليه الصلاة والسلام ويخلق بمثل ما تخلق الملابس وتقدم وتتهشى إذن أيها الكرام السبب الوحيد الذي يضعف من إيماننا هو تأثورنا بنوائب الظهر بمشاكلنا اليومية علينا أن نتجاوزها ليبقى دائما إيماننا بالله سبحانه وعز وجل مواضب عليه العبد المؤمن وجاء أيها الكرام في العصر العباسي عن عبد الله بن المبارك هذا الرجل الزاهد هذا العالم هذا المجاهد كان يقول رأيت الذنوب تميت القلوب معناه من جملة أسباب ضعف الإيمان في قلب المؤمن وهذه الذنوب وهذه المعاصي وهذه الأثام التي يصر عليها يقول رأيت الذنوب تميت القلوب ويتبعها الذل إذمانها وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها وهل بدل الدين إلا الملوك بلى وهل بدل الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها وباعوا النفوس فلم يربحوا ولم تغلوا في البيع أثمانها لقد راتع القوم في جيثة يبين لذي العقل أنتانها والعياذ بالله إذن أيها الكرام وكأنه ينبه هذا الرجل الفاضل هذا العابد عبد الله بن المبارك إلى أسباب ضعف الإيمان وأسباب دنوب الإيمان وأسباب الوقوع في الرذائل هو هذه المعاصي وهذه الأثام التي يصر عليها العبد والعياذ بالله فلقد أمرنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بناء على هذا فالحمد لله رب العالمين يمكن للعبد أن يجدد إيمانه فقد أمرنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بتجديد الإيمان من حين لآخر إذا خلق إذا ضعف إذا نزل المنزل أيها الكرام فجاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الإيمان لا يخلق في جوف بن آدم معناه في قلبه كما يخلق الثوب فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم معناه كأنه يهون عن النبي عليه الصلاة والسلام فالإيمان معناه بطبيعة الحال يخلق وكما نقول بالدرجة يرشى ويذبل ويضعف بمثل ما يتهشى هذا اللباس إذا أقدم أي قلنا نبي عليه الصلاة والسلام جددوا الإيمان في قلوبكم جددوا الإيمان في قلوبكم ومما نجدد به الإيمان في قلوبنا أيها الكرام مجالس الإيمان ولذلك دعوتكم إلى ساعة نؤمن فيها بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم تعالوا إذن اجلسوا من حين لآخر وخصصوا من أوقاتكم جلسات جلسات الإيمان بالله هذه الجلسات الإيمانية جلسات الذكر هي التي بها نجدد إيماننا ونعب نعب أنفسنا لما هو قادم من البلاء والطاعة بطبيعة الحال أيها الكرام من جملة ما نجدد به إيماننا هو جلسات جلساتنا الإيمانية جلسات الذكر مجالس الذكر تلاوة القرآن ومدارسة القرآن والوقوف على عبره وعظاته وقصصه كذلك الوقوف على سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وسيرة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم إن مجالس الذكر أيها الكرام من ثمراتها أنها تنير القلوب وتلين القلوب لله وتفتح العقول لاتخاذ العبر لقد كان أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه يدعو أصحابه لمجالس الإيمان لمجالس الذكر فكان يقول هلم من حل آخر هلم إلى هلم نزداد إيمان هلم إلى المجالس الإيمانية هلم إلى مجالس الذكر لنجدد بها الإيمان ولنقوي بها إيماننا فيجلسون على ذكر الله وما والى على ذكر الله وما والى ذكر الله سبحانه عز وجل من تلاوة القرآن ومن الوقوف على العبر والعظات والقصص القرآني ومن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام ومن سيرة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وكان معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه كذلك إذا لقي في طريقه أحد أصحابه يقول اجلس بنا نؤمن ساعة معنا إذا التقى بالصحابة صباحا أو مساء هما غادين أو رائحين يقولوا اجلس يودي عندي مشاغل عندي أمور عندي صوالح عندي اجلس اجلس من ساعة فإن فتن الدنيا لا تنتهي ومشاغل الدنيا لا تنتهي ومصالح الدنيا لا تنتهي اجلس نجدد الإيمان اجلس نلحق بما يجب أن يكون عليه إيماننا تجديد تحديث شبابنا اليوم يقولوا في مصطلحهم ميزاجور معناه الحق بالجديد فيما يجب أن يكون من إيماننا حتى نعبي أنفسنا لجميع الأحوال لطاعة الله ولذكر الله ولقيام قيام الليل وكذلك الاستعداد الاستعداد فيما يجب أن يكون عليه المؤمن إذا ما إذا ما حل بالمؤمنين أو نزلت عليهم نازلة كان يقول اجلس بنا نؤمن ساعة وهذا جند بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن حزاور معناه شباب أو دون الشباب قليلا فيقول فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن تعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا تعلمنا القرآن بعد الإيمان لنزداد به إيمانا بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم وبما يجب أن يكون من أركان الإيمان إذن أيها الكرام إذا بقى هذه الأجساد انتعنا فارغة من الإيمان كما الجبح انتعنا نحل فارغة من الإيمان ما هي الفائدة على المؤمن بناء على ما نرى الآن ناس منشغلون في الدنيا وفي تفهات الدنيا وفي مشاغل الدنيا والجري وراء شبوهات وشهوات الدنيا تجد الرجل ليس له وقت لأن يجلس مع إخوانه أو لنفسه ويحاسب نفسه ويجلس جلسة إيمانية مع الله ليجدد الإيمان بالله وبما يجب أن يكون عليه من الإيمان بالله سبحانه عز وجل لهذا اخترت هذا العنوان أيها الكرام لما رأيته في مجتمعنا الناس كلهم منشغلون منشغلون كلهم في جميع الأمور إلا على مجالس الإيمان إلا على مجالس الذكر لذلك قلت لكم تعالوا تعالوا نجلس لنؤمن بالله سبحانه عز وجل ولذا أيها الكرام وإن كان ولا بد من دعاء نسأل الله سبحانه عز وجل أن ينصر الإسلام والمسلمين وأن يخضل الشرك والمشركين وأن ينصر عباده الموحدين اللهم انصر عبادك الموحدين اللهم انصر المستضعفين من عبادك المؤمنين اللهم انصر إخواننا في كل مكان في الدين في فلسطين وفي غزة وفي كل مكان اللهم يا ربي وحد صفهم اللهم فرج همهم اللهم أجمع كلمتهم اللهم سديد رميهم اللهم يا ربي إننا توسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلاء أن تكون معهم ولا تكون عليهم وصلى الله وسلم وبركة على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته